تكملة المفاهيم الإحصائية التي توجد في مجال علم النفس وحنستكمل مع بعض المفاهيم الإحصائية اللي احنا اتفقنا عليها احنا كنا وقفنا عند مقيس الـ Central tendency مقيس النزعة المركزية وقفنا عند معامل الارتباط وقلنا حنكمل المرة الجاية فالنهاردة حنكمل Correlation coefficient معامل الارتباط Correlation coefficient ده طبعا مصطلح مهم جدا وفي الفيديو برضو انا حيبقى واضح لحضراتكم ان انا بأكد على اهميته ان هو مصطلح مهم مهم بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن نسأل فيك كلمات Correlation coefficient طبعا فيه حيجينا الـ Definitions بتاعه وكل الكلام ده حييجي حالا بس بداية خلينا اتفق على ان Correlation coefficient Correlation معناها معامل وCorrelation معناها ارتباط اذا المصطلح كله على بعضه اسمه Correlation coefficient او معامل الارتباط برضو معامل الارتباط مفهوم احصائي وبالتالي حنحاول ان احنا نفهم هذا المفهوم نشوف تعريفاته وامثلة لبحث استخدمته ازاي كل الكلام ده هوت حنشوفه مع بعض يبقى Correlation coefficient هو معامل الارتباط معامل الارتباط بيقول لنا ايه؟ to see if the variables variables هنا بالجامعة are related عشان تشوف اذا كانت المتغيرات مرتبطة related the researcher الباحث calculate a statistic بيحسب احصائه statistics علم الاحصائه لكن statistic معناه احصائه احصائه يعني حاجة بتتحسب يبقى فيها عندنا كلمة statistic دي معناها احصائه ما هي الاحصائه؟ اي حاجة بحسبها اي حاجة بتحسب بتسمى احصائه يعني المتوسط احصائه الوسيط احصائه اي حاجة بحسبها بسميها statistic لكن العلم نفسه اسمه statistics يبقى مرة تانية بنأكد على ان كلمة statistics معناها احصائه statistic من غير الاسم بنسميها احصائه ايه الاحصائه دي بنسميها called the correlation coefficient correlation coefficient ده معامل الارتباط يبقى الاحصائه اللي هنتكلم عليها دلوقتي اسمها معامل الارتباط statistic الاحصائه دي that tell us اللي بتقول لنا tell يعني بتحكلمنا وكأن الاحصائه بتكلم البناء ادم tell us بتقول لنا the type and the strength type يعني نوع type يعني نوع strength يعني قوة يعني الاحصاء دي بتقول لنا على معلومتين بتقول لنا على نوع وقوة relationship العلاقة يبقى ما تقول لنا العلاقة دي قوية ولا ضعيفة ونوحة هل هي مجابة ولا سالبة يبقى type and the strength نوع وقوة العلاقة between the two variables relationship برضو معناها علاقة زي correlation ارتباط correlation ارتباط و relation علاقة أقول correlation coefficient و معامل الإرتباط لم يقولش معامل العلاقة معامل الارتباط correlation coefficient اما relationship معناها ارتباط علاقة يبقى correlation ارتباط و relation علاقة correlation ارتباط و relation معناها علاقة العلاقة قوة و نوع العلاقة between two variables بين متغيرين correlation coefficient معاملات الارتباط range تمتد in value في قيمة from minus one to positive one يعني معامل الارتباط قيمته دايما ما بين موجب واحد و سالب واحد او بين سالب واحد و موجب واحد the sign الاشارة بتاعت السالب دي the sign معناها the sign the coefficient اشارة المعامل اللي هي سالب واحد او موجب واحد اللي هي الموجب plus or minus tell us the type of the relationship يبقى بنعرف نوع العلاقة منين من الاشارة بنعرف نوع العلاقة منين من الاشارة positive or negative العلاقة ممكن تعتبر positive و ممكن تكون negative بمرة تانية statistics اللي هنتكلم عليه اسمه correlation coefficient معامل الارتباط و ده statistics احصاء زي tell us بتخبرنا the type and strength نوع و قوة العلاقة type يعني نوع و strength يعني قوة العلاقة تمام between two variables correlation coefficient range قيمة معامل الارتباط تتراوح من سالب واحد اللي هو minus one to positive one الاشارة دي فايدتها ايه the sign of the coefficient plus or minus بتقول لنا ايه the type of relationship positive or negative طبعا انا ايه برضو حضراتكم في الفيديو انا عرفت قبل كده ان انتم ما بتشوفوش العلامات اللي بحطها لكن في الفيديو هتبقى واضحة زي الزوم اللي انا بعمله دلوقتي عشان ااكد على المفاهيم اللي عندي اولا كلمة statistics يعني احصاء statistics يعني احصاء correlation coefficient ده معامل الارتباط correlation coefficient ده معامل الارتباط type يعني نوع العلاقة type يعني نوع strength يعني قوة العلاقة اللي strength يعني قوة العلاقة strength of relationship قوة ونوع العلاقة correlation coefficient معامل الارتباط مرة تانية range in value بيتراوح في قيمته from minus 1 to positive 1 ما بنسالب واحده the sign of the coefficient اشارة المعامل positive or negative tell us بتقول لنا the type of relationship نوع العلاقة positive مجابة or negative سالبة تقول لنا نوع العلاقة مجابة ولا سالبة تقول لنا نوع العلاقة مجابة ام سالبة positive يعني مجابة و negative يعني سالبة هرجع مرة تانية كده واكد مع حضراتكم على المصطلحات اللي احنا قلناها مع بعض طيب بحنا عرفنا معامل الارتباط هو عبارة عن ايه وشكله عامل ازاي وبيحدد لنا نوع نوع العلاقة مجابة ولا سالبة كل الكلام ده هوت معامل الارتباط بيقول لنا عليه طبعا بن لرى ما اذا كانت مرتبطة ده كلام اللي بالعرب موجود معكم في الكتاب correlation coefficient a positive correlation اه كلمة برضو مهمة جدا a positive correlation يعني a positive يعني ارتباط موجب ارتباط موجب positive correlation الارتباط الموجب بيدل على ايه بقى الارتباط الموجب ده positive correlation ده indicate بيشل لنا وبيحدد a direct relationship a direct يعني علاقة طردية a direct يعني طردية a direct relationship يعني علاقة طردية طبعا direct دي كلمة مهمة فبرضو انا هعمل لحضراتكم عشان الفيديو مسألة زوم على الكلمة a direct relationship معناها direct يعني معلاقة مش مباشرة بقى هنا بيسموها علاقة طردية between two variables ايه معنى direct relationship ايه معنى يكون العلاقة طردية بينكوا سيم كده او بنخطين low scores الدرجات المنخفضة low يعني منخفض scores الدرجات on one variable تند تند تميل to be paired and تقترن تميل طبعا تند معناها تميل to be to paired and تقترن تقترن with low score on the other variable بدرجات منخفضة على المتغير الآخر يعني الدرجات المنخفضة على الأولاني بتقترن بدرجات منخفضة على الثاني and the high scores والدرجات العالية on one variable على أحد المتغيرات tend to pair with high scores on other variables يعني الدرجات المنخفضة على الأولاني بتقترن بدرجات منخفضة على الثاني والدرجات العالية على الأولاني بتقترن يعني زيادة زيادة ونقصان نقصان يبقى هو ده معنى ده معنى لما اقول دايريكت ريليشنشيب ده معنى دايريكت ريليشنشيب دايريكت معناها علاقة طردية علاقة طردية مفهمنا يعني علاقة طردية يبقى بوسيتف كوروليشن بوسيتف كوروليشن يعني ارتباط موجب بيعني انديكيت الدايريكت ريليشنشيب بيشير الى ارتباط او علاقة طردية طبعا التاني اكيد علاقة عكسية اكيد علاقة عكسية طبعا هيجي لنا الترجمة تفوتها هيجيني بيديني مثال بقى العلاقة بين ايه بين height and weight ما بين الطول والوزن دايما لما الواحد طوله بيزيد وزنه بيزيد these two variables are positively related يعني المتغيرين دولك مرتبطين بصورة مجابة ما معنى مجابة معناها ان احنا عندنا ما معنى علاقة مجابة positively معناها taller الناس الاطول tend to be heavier بيكون وزنهم اتقل طبعا في استثناءات اه طبعا في استثناءات في استثناءات في حاجة اسمها SAT ده اختبار موجود في امريكا اسمه scholastic scholastic aptitude test scholastic aptitude test اختبار بيطبع على طلاب اللي بيخشوا الجامعة عشان مش مجموعة صناوية عامة وخلاص وموجود في بعض الدول العربية زي المملكة العربية السعودية حاجة شبه اسمه scholastic aptitude test ده اختبار scholastic aptitude test اللي هو SAT درجاته scores and the first year college والدرجة grades والتقديرات بتاعت السنة الاولى في الكلية also positively correlated برضو مرتبطين ببعض ارتباط موجب يعني الطالب اللي بيجيب على scholastic aptitude test ده او SAT ده بدرجة عالية في سنة اولى بيجيب تقدير عالي واللي بيخش بدرجة منخفضة على الاختبار ده بيجيب تقدير منخفض ده اذا ده برضو positively correlated مرتبطين بارتباط ايجابي او علاقة طردية ايه معناها student who have higher scholastic او SAT score اللي بيجيبوا درجة اعلى على scholastic score tend to be get higher grade بيحصلوا على تقديرات اعلى during the first year of college في خلال سنوات الاولى او السنة الاولى من الجامعة شان كده عاملينه انه ده اختبار للدخول في الجامعة مش مجموعة سنوية عامة وخلاص لا فالSAT ده scholastic طبعا طلاب الدرسات العليا اللي مختبار اخر برضو بيدهولهم دي بقى ازن ده بيديك كده امثلة على direct relationship او positive correlation احنا شفنا امثلة على الكلام ده الطول والوزن شفنا الامتحان والدرجة في مختبار scholastic aptitude test والتقدير بتاع سنة اولى شفنا الكلام برضو هيجي لنا الترجمة هنفوتها معامل الارتباط a negative خلصنا positive نخش على ال negative a negative correlation الارتباط السالب is an inverse relationship علاقة عكسية يبقى التانية اسمها a direct relationship علاقة طاردية فدي اسمها an inverse relationship علاقة عكسية اذا مش direct وnon direct لا ده هنا يسميها inverse inverse يعني علاقة ملا يا جماعة عكسية inverse عكسي يبقى دي علاقة عكسية inverse relationship علاقة عكسية يبقى اذا كان معامل الارتباط بالسالب a negative a negative لو كان عندي معامل الارتباط negative سالب فده معناه ان انا عندي inverse عندي علاقة relationship علاقة عكسية between two variable بين متغيرين ايه معنى علاقة عكسية between two variables يعني عكس الكلام اللي احنا قلناه low scores درجات منخفضة on one variable على المتغير احد المتغيرين tend to be paired and with high score on other variable يبقى واحدة عالية التانية بتبقى منخفضة والعكس and the high score on one variable tend to paired with low score on other variable ادي معنى negative relationship او inverse relationship negative correlation او inverse يقوم بقول ارتباط سالب او علاقة عكسية علاقة عكسية inverse relationship يبقى negative correlation معناها is an inverse relationship يبقى العلاقة العكسية هي معناها ارتباط سالب ارتباط سالب تمام او علاقة عكسية يبقى negative correlation معناها ارتباط سالب او inverse relationship معناها علاقة عكسية لتنين حاجة واحدة ومعنى ان العلاقة تبقى inverse relationship معناها low scores الدرجات المخافضة in one variable على احد المتغيرات tend to paired تقترم بدرجات عالية high score on other variable and the high score in one variable tend to be paired with low score on other variable واحد درجاته عالية التاني منخافض التاني منخافض التاني عالي طالب طبعا منطقي وده تعريف ال inverse relationship بينما negative correlation خلي بالك من التركيبة وخلي بالحضرتك من التركيبة negative correlation ما قلتش negative relationship قلتها negative correlation و inverse relationship وقلت direct relationship وقلت positive correlation طيب برضه حيجي لنا الترجمة حنفوتها لان احنا بين ترجم و احنا بنتكلم معامل الارتباط اجود اجزامبل مثال زي ما احنا شفنا مثال على positive او ايكتر من مثال شفنا مثالين على ال positive relationship او ال positive correlation او ال direct relationship هنشوف مثال على negative correlation او ال inverse relationship ايه المثال بقى is the relationship for children between time spending اكتر كل ما حيكون دركته اللي بيحصل عليها في الامتحانات اقل لانه ضيع وقت كبير وكل ما يكون الوقت اقل يبقى دي علاقة inverse relationship inverse relationship او negative correlation يبقى ال negative correlation او الارتباط او العلاقة او الارتباط السالب هو عبارة عن علاقة زي العلاقة اللي ما بين مشاهدة time spending watching الوقت اللي احنا بنقديه لفمشادة الترفيزيون and the great in score والدرجات طبعا the more time spend watching الترفيزيون كل ما يزيد الوقت اللي بنقديه قدام الترفيزيون the lower the school grade كل ما يقل الدرجة اللي احنا والعكس بالعكس as you know if you have ever climbed a mountain لو انت حتى ممكن تكون عمرك ما تسلقت الجبال لكن elevation and temperature elevation يعني الارتفاع عن سطح الارض كل ما نرتفع عن سطح الارض and temperature درجة الحرارة are negatively correlated علاقتهم برضو علاقة عكسية ارتباط عكسي يعني كل الواحد ما يعلق عن سطح الارض كل ما درجة الحرارة تقل وزيك الناس اللي سافروا مثلا بالطيارات لما يشوف قولك درجة الحرارة خارج الطيارات بص لها بالسالب ودرجة الحرارة مرخفضة جدا يبقى كل ما نرتفع عن سطح الارض كل ما بيكون درجة الحرارة تقل as elevation increase كل ما بيكون الارتفاع عن سطح الارض بيزيد temperature decrease طبعا elevation وتمبراتشر دي ليست مصطلحات ولا television ولا طبعا watching طبعا دي كلها ليست مصطلحات لكن هو ده مثال the more time spent watching television كل ما بنزود الوقت اللي احنا بنقضيه قداما television كل ما هو score great كل ما الواحد تكون درجته تقل والعكس كل ما يكون الواحد بيقل للوقت برضو نفس الامر elevation and temperature اللي هي الوقت المنقضي قدام elevation ارتفاع عن سطح الارض كل ما بيكون العلاقة درجة الحرارة بتقل كل ما درجة الحرارة بتقل الناس اللي سفرت السعودية زي حالاتي يعرفوا الكلام ده كويس لان في مدن مرتفعة جواها جميل جدا تنزل عند مدينة قريبة تانية منها بس منخافضة تجد درجة الحرارة عالية جدا والمسافة بينهم مسافة سغيرة فاذا ده امثلة دي examples على negative correlation او على inverse relationship طيب يبقى احنا شفنا زي correlation كوفيشل ملخص اللي احنا قلنا in summary الخلاصة طبعا بنأكد لان احنا نفضل لنا حوالي خمس دقيق وحيفصلنا فلو فصلنا هنرجع من نفس الرابط in summary ملخص summary يعني ملخص طبعا دي كلمة مهمة summary لانها بتيجي في البحث كتيرة جدا نعمل قوله summary بتاع البحث summary او abstract مصطلحين بينتشر قوي فخلينا نأكد على in summary الخلاصة يعني ملخص اللي احنا قلناه يهو the sign of the coefficient اشارة المعامل اشارة المعامل tell us تقول لنا the type of the relationship بيقول لنا نوع العلاقائي between the two variable positive for a direct relationship positive direct وقلنا العلاقة التردية وال negative negative for inverse relationship في العلاقة العكسية يبقى negative معناها علاقة عكسية والpositive معناها علاقة تردية علاقة تردية يعني direct relationship وعلاقة عكسية معناها inverse relationship ده الخلاصة اللي احنا ده الخلاصة اللي احنا قلناها ومرة تانية in summary وطبعا مش عادي نأكد على كلمة relationship لانها دخلة في تركبات كتيرة جدا direct وإنفيرس علاقات direct معناها علاقة تردية وعطينا امثلة وكل الكلام ده احنا اكدنا عليه يبقى الخلاصة او الملخص اللي احنا قلناها هو ان coefficient تلقص ان المعامل الاتباط بيقولنا the type of relationship نوع العلاقة نوع العلاقة بين المتغيرين positive or for direct relationship or negative for inverse relationship احنا اكلمنا على type نجي نفضلنا نتكلم على strength strength يعني قوة العلاقة زي ما اكلمنا على نوع العلاقة وعرفنا الاشارة negative معناها direct positive معناها direct relationship وnegative معناها inverse relationship برضو همنا يعني positively correlated ارتباط بشكل موجب معناها direct relationship وشفنا امثلة وnegative correlation علاقة ارتباط سالب معناها معناها علاقة عكسية وعطينا امثلة عليها فاضلينا strength نفهم يعني strength طبعا نجلنا الترجمة الاول ترجمة the second part الجزء التاني of the correlation coefficient لمعامل الارتباط الجزء التاني لمعامل الارتباط is the absolute value كلمة طبعا مهمة جدا جدا absolute value absolute value يعني القيمة المطلقة قيمة ايه قيمة معامل الارتباط المطلقة يعني معامل قيمة المطلقة يعني القيمة بدون اشارة ننسى الاشارة خالص absolute value احط خط مستطيلة على الكلمة دي لانها مهمة جدا absolute value absolute value يعني قيمة مطلقة يعني متجردة من الاشارة لو ناسينا الاشارة يبقى معامل الارتباط سفر الواحد لانا فيش حاجة اسمها سالب ولا قيمة السالبة فهنا ننسى الاشارة لما نيجي نتكلم عشان كنا دايما نقول للطلبة المعامل للارتباط ننسى خالص absolute value القيمة المطلقة ننسى خالص الاشارة لان دور الاشارة فقط انه يحدد لي ما يسمى قوة نوع العلاقة negative أو inverse ولا positive يعني direct دوره انتهى على كده لكن لماذا احكم على قوة العلاقة دايما اننا في قوة العلاقة باهتم بما يسمى القيمة المطلقة the strength يعني قوة of the correlation قوة العلاقة is indicated بتتحدد by its absolute value تاني مرة كلمة absolute value قلمة absolute value بالقيمة المطلقة يعني هي القيمة المطلقة يعني ننسى نشيل الاشارة من الرقم يعني عدتلك سالب 3 ايه القيمة المطلقة بتاع السالب 3 3 ايه القيمة المطلقة بتاع السالب 10 10 10 ده معنى القيمة المطلقة ولذلك معامل الارتباط لو شلنا منه القيمة المطلقة يبقى الرنج بتاعه من 0 1 0 لو معامل الارتباط ب0 او قيمته المطلقة قريبة من 0 يعني 0 او قريبة من 0 ده معناه ان مفيش علاقة ان معناه مفيش ايه علاقة يبقى القيمة بسفر او قريبة من السفر معناها مفيش علاقة خلي بالك عشان لما يجي نوحكم او خلي بالك طبعا احنا مش ندرش احصى لكن هو ايه شئ يذكر لو لقيت قيمة معامل الارتباط سفر او ريبة من السفر ده معناها انها indicate no relationship معناها مفيش علاقة as the absolute value increase كل ما بتزيد قيمة المطلقة تزيد ايه انها تقرب للواحد the strength of the relationship increase قوة العلاقة بتزيد يبقى كل ما بيقرب قيمة معامل الارتباط من الواحد كل ما معناها ان قيمته بيبقى اكثر قوة يبقى as the absolute value لاحظوا في الجزء ده كل مرة عمليوا absolute value عشان يفكرنا هنإشارة مالهاش دور هنا كل ما زادت القيمة المطلقة يعني قربت من الواحد كل ما قيمة معامل الارتباط تزيد وتقرب من الواحد كل ما معناها ان العلاقة هنا مالها علاقة قوية قوية مرة تانية لما نجي نتكلم على second part second part of correlation coefficient الجزء التاني معامل الارتباط هو absolute value القيمة المطلقة from zero to one من 0 إلى 1 the strength of the correlation قوة العلاقة is indicated by its absolute value تحدد بإيه بقيمتها المطلقة zero absolute value معناها او تقرب من zero او قريب من zero معناها ما فيش علاقة absolute value increase to one كل ما يجي قيمة المطلقة تقرب من الواحد فمعناها ان العلاقة بتبقى اقوى طيب اللي انا اقل من دقيقة فاحنا هنفصل او هيفصل ورجعنا تاني مجد عمالي اتصل دلوقتي ما احنا قلنا بنتكلم على بنكمل مع بعض اللي احنا كنا بدقينه احنا كنا بنتكلم على المطلقة المطلقة معامل الارتباط واوضحنا قلنا وان الجزء التاني بيهتم جدا بال absolute value اللي هي القيم المطلقة وقلنا لما يبقى absolute value near zero قريبا من zero indicate no relation معناها ما فيش علاقة as the absolute value increase كل ما زادت قيمة absolute value عن zero طبعا لغاية لما تقرب to one تقرب للواحد كل ما كان قوة العلاقة احصل لها زيادة طيب برضو بيجي لنا بعد كده الترجمة للجزء ده هوت وانا بترجم online مباشرة مع حضراتكم فخلص شوف الترجمة مع نفسكم the correlation coefficient برضو please not بقولك برضو هنا ملاحظة مهمة جدا please not that the sign of the coefficient does not tell us anything about the strength of the relationship يعني الاشارة بتاعة قيمة معامل الاطباط ما بتقولناش اي حاجة حوالين قوتها كتير جدا من طلاب حتى طلاب الدراسات العليا بينخدع بالاشارة دي بتيجي نلاقي قيمة معامل الاطباط بالسالب فيفتكر ان معناها كده ان علاقة ضعيفة لا لا قيمة الاشارة دورها بس يحدد نوع العلاقة positive or negative زي ما قلت please not من فضلك لاحظ that the sign that the sign in اشارة that the sign of the coefficient ان اشارة المعامل does not tell us anything ما بتقولناش اي حاجة about the strength of the relationship حوالين قوة العلاقة ملاش اي دور في موضوع العلاقة ده coefficient المعاملات don't function like number المعاملات لا تتحرك مثل الارقام مزي الارقام on the number line على خط الاعداد طبعا احنا عارفين الارقام على خط الاعداد لما تبقى الارقام قبل السفر تبقى بالسالب لا مفيش الكلام ده يناول where positive number عندما طبعا على خط الاعداد دايما positive number are greater than negative number الكلام ده على خط الاعداد لكن الكلام ده ملوش علاقة معامل الارتباط ملوش القصة دي خالص with correlation coefficient لكن معامل الارتباط only the absolute value of the number مرة العشرين بنأكد على فكرة absolute value of the numbers ان قيم المطلقة للأعداد tell us about the strength the relations strength قوة العلاقة يبقى قوة العلاقة مرة تانية بتتكلم بتحدد من خلال absolute value يعني تأكدت باكتر من طريقة ولما نجي نفسر قيمة معامل الارتباط نتجاهل تماما الساين او الاشارة اللي موجودة قدام معامل الارتباط ما لايش اي دور خلاف زي ما احنا اكدنا فكرة انها بتقول لنا يا ترى العلاقة دي مجابة ولا سالبة برضو نفس الطريقة هنلاقي الترجمة الجزلة فور اكزامبل بديك مثال فور اكزامبل مينس بوينت فايف في مينس بوينت فايف انديكيت استرونجر ريليشنشيب زي نيجاتف توينتف يعني خمسة خمس سالب خمسين من مية دي علاقة اقوى من خمسة وعشرين من مية ازاي 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 احنا قلنا السالب دي ملاش اي خيمة يبقى مينس بوينت فايف بوينت فايف زيرو انديكيت استرونجر علاقة اقوى من بلاس بوينت تو فايف طبعا لو احنا بصينا الارقامة عادية السالب دا معناها حاجة وحشة لا اتكلام دا في العلاقات الكلام العادي هنا لا الاشترا دي باس عشان نقولك دي انفيرس ريليشنشيب عشان نقولك دي علاقة عكسية عشان نقولك دي علاقة عكسية لكن القيمة لما نجي نحكم ممكن كأن السالب دي ما هيش موجودة خالص As the strength of the correlation increase برضو كلما كان كوء العلاقة اقوى ايه فايدة ان العلاقة تبقى اقوى فايدتها طبعا ان احنا researcher can predict كلما يكون العلاقة اقوى كلما بيكون الباحثين بيقدروا يتنبقوا predict the relationship with more accuracy يعني بيتنبقوا بالعلاقة بصورة اضاق if the coefficient is plus or minus one اذا كان معامل اطباط سالب او موجب واحد we have perfect predictability اه هنا بقى لازم اقف لان ده يعني مصطلح مهم جدا perfect predictability يعني طبعا predictability قابلية للتنبق ان انا ممكن اتنبق perfect يعني تام يعني بتنبق تنبق تام يعني عندي قدرة تامة على التنبق فخلينا احط بس كده مستطيل هنا على هذا الجزء perfect predictability يعني قدرة على التنبق تامة يعني ما بغلطش لما تنبق بالحاجة بيتنبق بيها بدقة وبدون اخطاء طبعا فيش حاجة في الحياة ممكن نتنبق بيها بدقة بدون اخطاء لكنه بديك مثال من الناحية النظرية لو لقيت اي متغيرين بينهم معامل الانطباط من موجب واحد او سالب واحد معناها لو عرفت التاني الاولاني تقدر تنبق بالتاني بمنتهى السهولة بمنتهى الدقة طبعا فيرشلي فيرشلي يعني واقعيا او من ناحية فيرشلي يعني بصورة افتراضية احنا عارفين حاجة اسمها فيرشوال كراسروم الفصول الافتراضية فبيقولك يعني من ناحية الافتراضية كل معاملات الارتباط في مجال بحوث علم النفس طبعا ده اكيد كل البحوث في مجال علم النفس معامل الارتباط بتاعها اقل دايما من الواحد مش حاجة اسمها اجي حاجتين في مجال علم النفس الارتباط بحهم يكون بواحد ابدا فيش ده حقيقة فيرشلي بالناحية الافتراضية كل معاملات الارتباط in psychological research في البحوث النفسية have an absolute value less than one معامل الارتباط بينها اقل من الواحد طبعا ما فيش حاجة اسمها فيش اي متغيرين معامل الارتباط بينهم بواحد يهمنا ايه برضو يهمنا ان احنا نأكد على المصطلحات المهمة المصطلحات اللي هي ايه perfect predictability perfect predictability يعني تنبؤ عالي جدا دقة متناهية في التنبؤ perfect يعني متقنة تامة طبعا ده لا بيحصل امتى لو كان معامل الارتباط بين المتغيرين بكام يا جماعة بموجة بواحد او سالي بواحد لكن في مجال السيكولوجي ما عندناش حاجة بهذا الكلام ريت استاذ هاجر اقفلي الفون بتاعك لو انت مش عايز تتكلمي لو عايز تتكلمي فضالي لو مش عايز اقفلي الميكروفون بتاع حضرتك تمام يبقى correlation coefficient عرفنا قوة ونوع العلاقة هل ممكن ان احنا نلاقي معاملات ارتباط بين حاجتين بتسوي واحد قلنا في مجال علم النفس ما عندناش ما عندناش مجال علم النفس حاجة بالمنظر ده كده ما عندناش مجال علم النفس اي متغيرين اي متغيرين تتباط بينهم بواحد كل في مجال علم النفس كل القيم اقل من الواحد كل القيم اقل من الواحد this ولهذا we usually don't have a perfect predictability ولهذا احنا ما عندناش يعني ما يسمى perfect predictability في مجال علم النفس ما عندناش ما يسمى القدرة المطلقة على التنبؤ ما عندناش في مجال علم النفس قدرة مطلقة على التنبؤ جماعة انت فتحيني الكاميرا ليه يعني فتحيني الكاميرا ليه خير الله ما اجعله خير اه مش قادر افهم يعني ايه الحكمة ان احنا فتحيني الكاميرات استازل فتحة الكاميرا دي ياتهاجر فتحة الكاميرا ليه هاجر يفيلي الكاميرا لو سمحتش يفيلي الكاميرا لو سمحتش ده أنا مش فتح الكاميرا بتاعتي أنا أساسا يبقى ما عندناش في علم النفس perfect predictability ليه ما عندناش perfect predictability لأن احنا في مجال علم النفس ما عندناش متغيران أي متغيرات ما عندناش أي متغير ما عندناش أي متغير أو أي متغيرين ارتباط بينهم بيسووا واحد ما عندناش حاجة زي كلا كل المتغيرات اللي عندنا أقل من الواحد فعشان كده ما عندناش حاجة نقدر نتنبأ بيها بصورة تامة بدون أي أخطاء so لهذا دايما عندنا استثناءات دايما عندنا استثناءات لما نيجي نقول في علاقة بين الطول والوزن كل ما الواحد طوله بيزيد وزنه آه في استثناء في واحد ممكن يكون وزنه تقيل جدا وهو قصير برضو مكلم على الـ IQ والتحصيل برضو في ناس ممكن يكون زكاء عالي جدا وتحصلها مخافة دايما عندنا إكسيبشنز طالما عندنا إكسيبشنز ما عندناش بيرفكت بريديكتاباليتي دايما لتلك العلاقات حتى حتى في العلاقات القوية تلك الاستثناءات don't however invalidate the general trend طبعا وجود استثناءات لا يعني أن العلاقات غلط لا ده معناها أن العلاقات مش تامة يعني ماقول مثلا في علاقة بين الذكاء والتحصيل فيجي واحد يقول إذا أنا عرف واحد ذكاءه عالي جدا وتحصيله وحش يبه معناها العلاقة اللي أنا قلت أجي غلط لا ده معناها أنها علاقة مش تامة لأن فيها استثناءات لكن معناها مش معناها invalidate ليس معناها أن العلاقة غلط invalidate يعني علاقة غير صحيحة لا invalidate the general trend indicate by the correlation معناها أن العلاقة مش بواحد علاقة أقل من الواحد كل ما يكون الاستثناءات أكتر كل ما يكون العلاقة أضعف they only طبعا ده معناها الاستثناءات they ده الضمير they ده بيعود على they only indicate هي فقط بتشير الاستثناءات that the relationship are not perfect إنها علاقة مش تامة مش بواحد ده دور الاستثناءات دي يبقى they هنا تعود على the exceptions because the correlation are not perfect لأن العلاقات ليست perfect such exceptions have to exist علشان العلاقة مش perfect مش تامة فالاستثناءات دي يجب أن تكون موجودة لأنها لو ما كانتش موجودة كانت العلاقة بقت perfect correlation perfect relationship تمام؟ يبقى إذن العلاقة تبقى perfect لو ما كانش في استثناءات طالما في استثناءات يبقى العلاقة مش perfect ومش معناها إن invalidate of relationship مش معناها إن العلاقة غلط أو إن الشيء ده غلط طيب يبقى إحنا برضو كده فهمنا أهمية perfect relationship perfect relationship معناها علاقة علاقة تامة ودي معناها إن correlation coefficient بواحد وده مش موجود زي ما احنا قلنا خلاف في البحوث مش بحوث علم الناس ما فيهاش لكن في البحوث اللي هي بتاعت الطب والكلام قد يكون فيها آخر جزء هنتكلم فيه inferential statistics الإحصاء الاستدلالي research inferential statistics معناها إحصاء استدلالي inferential statistics الإحصاء الاستدلالي research في البحث psychologists use two kinds of statistics العلماء اللي بتخصين في علم النفس بيستخدموا نوعين منها الإحصاء برضو احنا بنأكد على كلمة الإحصاء احنا قلنا statistics مفردة معناها إحصاء statistics هو علم الإحصاء statistics two kinds of statistics ايه هما النوعين دولة اللي هم يستخدموهم طول علم النفس descriptive and inferential الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي كل اللي تكلمنا عليه قبل كده كان descriptive statistics من أول central tendency النازع المركزية لغاية measure of dispersions مقيس التشتت لغاية correlation coefficient ومعامل الارتباط كل ده descriptive في الشرحتين اللي جايين فقط هنتكلم على inferential statistics أو الإحصاء الاستدلالي الإحصاء الاستدلالي تذكروا في المحاضرة الأولينية خالص لما بدأنا قلنا في حاجة اسمها الpopulation وحاجة اسمها samples وإن أنا باخد samples العينات عشان أعمل inference للpopulation فلي بيعمل الكلام ده اسمه inferential statistics اللي هي الكلمة اللي موجودة فيها دي فوق ودي معناها الإحصاء الاستدلالي الإحصاء الاستدلالي وده طبعا أكثر تعقيدا من descriptive statistics تمام ما علينا طيب يبقى احنا كده عرفنا عن التكلم في الشرحتين الفضلين على inferential statistics الاحصاء الاستدلالي descriptive statistics الاحصاء الوصفي simply give general picture بيدينا صورة عامة general picture of scores عن الدرجات in a given group في مجموعة معينة يعني descriptive statistics يوضبك بدينا الصورة العامة general picture of the scores للدرجات in a given group في مجموعة معينة بيدينا تصور عام أما ال inferentials لا ده بياخد خطوة أصعب شوية ومالتلالي بيعمل ايه inferential statistics are used بتستخدم to help psychologists لمساعدة المتخصين في علم النفس to draw conclusion inferences ان هما يخرجوا باستدلالات يخرجوا باستدلالات draw inferences يخرجوا باستدلالات or conclusion أو استنتاجات خلينا أحطها على كلمات المهمة مستطيلات عشان عادكم لما تشوفوا الفيديو تعرفوا الكلمات المهمة ممكن خليني أعمل استدلالات أو أخرج باستنتاجات conclusion استنتاجات from the data obtained from the research من خلال البيانات اللي احنا اللي معمودة في بحثهم from the research يبقى inferences هي الاستدلالات والconclusion هي الاستنتاجات الاستنتاجات بجيبها ايه from the data من البيانات obtained from the research from the research ده دور ال inferential statistics إن خلينا نخرج باستنتاجات أو باستدلالات inferential استدلالات وconclusion استنتاجات طب أنا عملت القصة ديت عملت ده وعملت ده تمام؟ لازم أعرف في النهاية أمثلة على اختبارات باستخدمها احنا شفنا مقاييز نزعة مركزية ومقاييز تشتت طب هنا بيستخدموا ايه؟ برضو في حدود الوقت والمتاح يا دوبك احنا هنتكلم على حاجتين بساط جدا the most common statistical test include طبعا ده في ال inferential statistics مش في ال descriptive في الستريك لابنا على المين والمود والميدين وتكلمها على standard deviation والvariance والrange والcorrelation coefficient كل دولة في ال descriptive ومم في ال inferential هنتكلم ايه على اتنين فقط هنتكلم على حاجة اسمها تي تيست اختبار تيه؟ وحاجة اسمها analysis of variance حاجة اسمها تي تيست وحاجة اسمها analysis of variance تي تيست اهو؟ واناليسيس of variance اهو؟ واناليسيس of variance اهو؟ اناليسيس of variance تحليل تحليل التباين خلي بالكم من المصطلحات دي لانها مهمة جدا تي تيست بيسموه student تي تيست طبعا بيسموه بهذا الاسم لان اللي قدمونا كان طالب دراسات عليا فسمى باسمه student تي تيست الكسف يقول اسمه او حاس بالحياة ان يقول اسمه فسمى الاختبار student تي تي تيست اه اما الاناليسيس of variance ده بيسموه F test analysis of variance تحليل التباين دولة مجرد اسماء بنعرفهم فقط مجرد اسماء طب ايه دولة بمرة تانية student تي تيست اختبار تي للطالب او analysis of variance تحليل التباين تحليل التباين بيسموه F test بنستخدمهم في ايه وبنعملهم فيهم ايه ده طبعا مش موضوعنا دي موضوعات احصى احنا يدوك بنعرف مصطلحاتهم these statistics الاحصاءات ديت الاحصاءاتين دولة بيساعد المتخصين في مجال العلم النفس اسس ان هم يقيموا with the difference ما اذا كانت الفروق difference معناها الفروق خلينا احط على الكلمة دي مهمة الفروق in average في المتوسط across groups عبر المجموعات are due to affect of an independent variable نتقال نتيجة عن تأثيرات متغير مستقل طبعا ده لو انا بعمل في دراسة تجربية بخلي بالكم خليني مرة تانية اكد على المصطلحات المهمة analysis of variance تحليل التباين واللي هو analysis of variance و student t test طبعا independent variable احنا اكدنا على المصطلحات دي لما كنا بنتكلم على المنهج التجريبي فمش مجالهم انا اكد عليهم تاني دلوقتي طبعا inferential statistics are used to help psychologists draw from the data from the research طبعا ده احنا الاكدنا عليه كده هنكون خلصنا الفصل ده كده هنكون خلصنا الفصل ده وبرضه عندكم في الفصل ده في جزء يعني تدريبات يريد تتحل وبعد ما تتحل منك في الكتاب تتصور وبعدين تتصور هترفعها لي على الجروب وانا هنزل مكانين مكان للتدريب الفصل اللي قبل منه على طول احنا محددنلوش مكان فحبدأ حدددلو مكان بحيث حضراتكم ترفعولي تصوروا اللي انتو عملتوه ترجمتوه ترفعولي على الموقع بتاعنا الحاجة التانية التدريب ده لكن التدريب ده هنقول مثلا قدام منه اسبوع اما التدريب الاولان فانفوض ان هو خلص من فترة بس انا مكنتش حددتلو مكان فحددتلو مكان وان شاء الله زي ما قلت ان انتو ترفعولي مرة تانية مرة تانية ان احنا في الجزء اللي بعد كده ان شاء الرحمن برضو كان في ناس بتسأل هناخد كل الكتاب لا طبعا مش هناخد كل الكتاب ولا حاجة احنا فضلنا فصل خاص بالليرنج والممري اما بعد ما نخلص التعلم والذاكرة المصطلحات بتاعتها ومش كل التعلم والذاكرة برضو هناخد مقتطفات في ريت المحاضرة الجاية كل واحد معاك كتاب بتاعه عشان وانا معاك كتاب فحقول والله احنا من الصفحة دي هناخد الجزء ده وهتلاقوا قدام منكم وحنشوفها مع بعض لان هاخد في الفصل الزاكرة والتعلم اجزاء اما بقيت البعد كده هناخد مصطلحات معينة هنجمحها في محاضرة واحدة يعني انا اتصوري ان احنا هكون عندنا محاضرتين كمان اعتقد ان هما اللي هيكونوا متبقن لنا ان لم يكن الظروف ما سعدتناش او فيه ظروف ما مرة تانية قبل ما نخرج كلنا وانا هصور اسام الناس كل واحد يكتب اسمه مرة تانية مرة تانية قبل الخروج قبل الخروج كل واحد يكتب اسمه يكتب اسمه قبل الخروج علشان برضو ان انا اشوف الايه زي اسراء محمد كتبة وفاطمة ياريت اماها شكرا اماها فاطمة سعد محمد عالي اكتب يا فاطمة لو سامحتي اسمها حضرتك ورقم جلوسك مش كفاه الاسم يا جماعة لو سامحتم مش كفاه الاسم لان برضو انا احطاها على الجروب دلوقتي فالناس انها تتأكد يعني غاية قالت شيماء سعيد صابر انا وماها عادل وماها عادل ما عابلوش فيه طوقة خلينا بردو نصور تاني بنshipما صور تاني الناس ديت نرجع ننزل تحت سارا جابر اخر اسم سارا جابر موجودة عندي هنا هو شوف كيس كان في حد تاني يا جماعة قبل ما نخرج نسجل اسمينا اسراء عايز اتقول لي حاجة يا اسراء اسراء بس راخف وفدنانا ليه يا اسراء عملنا لك حاجة